ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه تم إبلاغها نهاية الأسبوع الماضي بحكم قضائي يتضمن حل هذه الرابطة كما أضحت الرابطة في بلاغ لها أن الحكم صدر عن المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة في سبتمبر الماضي وأنها علمت بالحكم مثل الرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها تدفع كالمنظمات الأخرى تدفع ثمن نضالها من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ووفق المنظمات الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر فإن استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها بلغت مع هذا القرار الأخير بلغت خطورتها القصوى